بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في هذا اللقاء عن التأمين وهذا الموضوع يهدف إلى تحقيق عدة أمور الأمر الأول معرفة أقسام التأمين باعتبار المكان والمحل والغرض الأمر الثاني تعريف التأمين التجاري وبيان أركانة وخصائصة الأمر الثالث بيان أقوال العلماء في حكم تأمين التجاري مع بيان الأدلة وبيان الراجح من أقوال أهل العلم الأمر الرابع معرفة خصائص التأمين التعاوني وأقسامه والتعريف بكل قسم والتمثيل له وبيان حكمه نبدأ في أقسام التأمين ينقسم التأمين إلى أقسام عدة باعتبارات عدة فالقسم الأول باعتبار المكان الذي يقع فيه الحدث أو الحادث ينقسم التأمين إلى التأمين البري وهو يشمل الحوادث التي تقع في البر كالحوادث التي تقع من السيارات والقطارات ونحو ذلك وهذا مما يؤمن عليه عند شركات التأمين هذا باعتبار المكان إذن تأمين بري القسم الثاني باعتبار المكان تأمين بحري ويشمل الحوادث التي تقع في البحر كالسفن والقوارب والغواصات ونحو ذلك مما يؤمن عليه في البحر القسم الثالث التأمين الجوي ويشمل حوادث الجو كالطائرات ونحو ذلك مما يؤمن عليه إذن باعتبار المكان ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التأمين البري والبحري والجوي قسم الثاني باعتبار المحل ينقسم التأمين باعتبار المحل إلى التأمين على الأشخاص والمراد الإنسان وما يتعلق بشخصه وينقسم أيضا هذا التأمين الذي يتعلق بالأشخاص إلى عدة أيضا أقسام منها التأمين على الحياة ومعنى التأمين على الحياة أن شركة التأمين تدفع للمستفيد المؤمن له مبلغ التأمين على نحو معلق بحياته وجودا وعدما وهذا مقابل أنه يدفع هو الشخص المؤمن يدفع أقصاد معينة لهذه الشركة المؤمنة التأمين على الصحة وهو التأمين على صحة الإنسان أن يؤمن على صحته فيتحمل المؤمن اللي هو الشركة شركة التأمين تتحمل كل ما يجب على هذا الشخص من تكاليف العلاج والدواء ونحو ذلك حسن ما هو متفق عليه كذلك أيضا مقابل أقصاد يدفعها لهذه الشركة المؤمنة التأمين على الذمة أو المسؤولية التي تلحق الإنسان وهو أن تتكلف هذه الشركة شركة التأمين أو المؤمن بأنه يتحمل ما يحصل على المؤمن له من حوادث تجاه الغير ومسؤوليات تجاه الغير فمثلا حوادث السير في السيارات التي قد يحدث لها حوادث يتحمل هذه الشركة وهذا المؤمن ما يحصل لهذا المؤمن له من حوادث للغير وأيضا ربما تكون هناك وفيات ربما تكون هناك تلفيات خاصة أو تلفيات عامة فهذه شركة التأمين تقوم بتحمل هذه الحوادث وتعوض الغير عما أصابه من ضرر من قبل هذا الشخص المؤمن له الذي يدفع أقصاد مقابل هذا التأمين لشركة التأمين إذن تأمين على المسؤولية التي تلحق هذا الشخص فالشركة تتحمل المسؤولية سواء كانت حوادث سير أو غيره مما هو متفق عليه في عقد التأمين التأمين على الأشياء أو الممتلكات الشخصية فالمؤمن له يؤمن على الأشياء سواء كانت معينة كالمنزل أو المصنع أو غير من الأمور المعينة أو يكون يؤمن على أشياء غير معينة كأن يؤمن على المخازن التي يضع فيها بضائع ومستلزماته فهذا يسمى التأمين على الأشياء أو التأمين على الممتلكات سواء كانت معينة أو غير معينة هذا أو هذا القسم الأول من تأمين أو من إقسام التأمين باعتبار المحل وسنكمل الحديث إن شاء الله عن بقية أنواع التأمين في الدروس القادمة هذا والله أعلم